عم عمر كان متعاون وعبد الحميد متفائل ومع أنه عبر عن احترامه لعمه رفض العم عمر كان واضح وصريح حتى أنه يقعد حده معقول يقدر المفاوض يوصل لحل وسط بين الاثنين نورت وشرفت سيد عمر سمعت سيد عبد الحميد شو قال شو تعليقك عحكي؟ تعليق زي من قدر يوم نشي أنا ما قليسي أبي كليم ما قليسي أبي كليم؟ أبدا كل شي اللي حكي ما قليسي أبي كليم لأنه منه ما في عمل شي ولا حنفكر يا عمل شي واللي بدي عمي كان عمي من الأول ما هلوات الوعى وعدة الطحية أه طيب هو عم بيقول هلأ أنه بلش أمين مستودع جديد ومعلمه وعده وعده أنه يحسن له وضعه لقدام وقدر أنه يستأجر بيت ويحط بنتكه وليده مكرمة بكل احترام بدون ما حدا يتعرض له أو تعمل مشاكل مع حدا خصوصا من أهليته وإنسان بدي يقعد نفسه أو شي يقعد نفسه يقعد نفسه ما يحط الصيعة بالعالم اليوم علمه وعمشتغل إنه واحد معين؟ أه بقيت عم بيقول هلأ عمي كان بعد بكرة بيقوله فل روح على البق شو صابتنا هاي بق هلأ إذا كان ماشي وعم يشتغل تمام شغل لاش تقوله روح على البق زلمة أنا زلمة لا أنا إلي ساعة فيه ولا بنتي إلي ساعة فيه لا ما بدي إياه إذا بحكي مع بنتي 24 ساعة و30 ساعة و10 أيام ما بدي إياه ما بدي إياه ما بدي إياه ما بدي إياه ما قطع السطر أنت كأب أنا يعني هيك عم شوف أنت كأب بدك مصلحته لبنتك وإنه تكون معززي ومكرمي وهذا الزلمة عم بيقول أنا رح خليها هي وبناتها اللي هني بناتو معززي ومكرمي ما ممكن إنك تحكي معا أو تليين لقلبها عسى إنه هالحب القديم اللي هلأ هو يطالع منه بتركها يرجع وبركي بتصير هاللحبي وبيرجع هادا البيت هلا أنا ما فينه واضع أوكي ما فينه واضع بحكي مع بنا أوكي بس بنتي بتقلي بابا أنا ما بدي إياه طيب شو الأسباب سألوا لألو قالك الأسباب رعا تركيا وما إجا من تركيا ومرتلك سيسب عبوة ويسب أمه وطلع عتلة عند أمه فكررينه أنا ما معي خبر هالشي دربة ضربة عند أمه ما ضربتها ما تجهد لني بعمرة دربة عند أمه وكان يسبها وسب أبوة وسب أمه وسب العيلة كلها تبتها أنا ما سببتها ولا سببت أبوة ولا سببتها طلع دربة عند أمه أنا هديك اللحظة لو شايفه شايفتان طقه أنا ما ضربت لا 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 هي قالتلك إنه ضربة أمه قلتلي هي قلتلي أنا كيف تحطها بها العالم هاي دي؟ طي이�w ما هو راش يحطها بباية بعيد عن هاي العالم باص ب Kristi además يا عمار باص بطعم أنا شو أعمل؟ أنا شو أعمل يا عام؟ ما دخلني شو____ أنا أشد العشرة مع بنتك أنا أرجح لي المتج далее لونيك وانت أرجح لي لحك يعني؟ أنا أبدأ أشد العشرة مع بنتك أنا الآن لا هلا ما بحكي مع أحليك كرمال بنتك هو عم بقول مخاصم أهلي كرمالбо ما بحكي مع أهليك وآخر هذا الموقف عه أمل لأنه نمزعلين هالقد أنه بركي فيه أمل أنا عم خارب بديني كلها كرمال مرته كرمال آلة أبو بيحكي مزان نور ونزول بالبات قدام كنته وقدام بنته وقدام العين كلها تبعته وقدام البنتان الصغار مين بيقبلي على حلو هايدي؟ بس أنا شو عامل؟ أنا شو عامل؟ طيب 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 أنا معك وحقك اللي عم بتقوله حقك إنه هاي مش بيئة تكون بنتك فيها وبناتها اتنان يربوا فيها هيدا الزلمي عم يصعى قد ما فيه وقد ما بيقدر عم يشتغل ورح يقعدها ببات بعيد عن كلها البيئة ويبدو نضمان عكل شي صار أنا معك اللي صار قبل كتير بيقهر كتير بيوجع كتير قد ما بدك إشي مئزية بس هو هلأ عم بيقول معلمه وعده ورح يقعدها ببات لحال هلأ يمكن هاي القصص هون وهلأ ما رح نقدر نتأكد منا بس في حال قدر أمن هذا البيئة ومعلمه ساعده أنت هل بيكون عندك مشكلة؟ الكرار عند المرد أنا ما فيه لأقصبة لألا آي بالقوة ولا ألا لا بالقوة طيب تسمح له وبتسمح له أنهم يتواصلوا بركبية النعة؟ إذا هي بتقبل بس أنا واسق من هون بنتي ما هتقبل تحكي معه ولا بدية ليش هلقدم أفكر؟ لا بدية سألوا شو عاملين هن تحت بييتهم؟ شو قالت له بتكره هو يعني؟ هلأ هو موضوع أن تخلع ما تطلب الطلاق؟ ايه؟ معناها واصلي لمطرح أنا معك وبفهم أنه أنت من غضب بنتك بتوقف حدها أقدما كان طبعاً وهذا شيء كتير من وظائف البيئة أكيد طيب وهو بما أنه باية وعنده بنتان كمان بده يحاول يرجع يرجع مرته أمهم تيربوا بوضع صحي وكمان حقه جاي لجيلك في حال هي كان شوي قلبه قاسي أنت تحنن لقلبه إذا تناعت باللي عم بيقوله مني ما تناع ويهب بالمئة طيب بس رحت لعندك وقالت لك أنا بدي أخلع جوزي وعندي بنتين منه شو قلت؟ طبعاً عمدي يكون مع بنتي لعني شاير شيء طبعاً تخبرتك قبل ما تاخده أنا شاير بنو تخبرني أنا روح زوراً بالبيت كنت روح في 15 يوم مرة شوفها البنت مغيرها صرت روح كل جمعة كل عشر تيام صرت روح في الأسبوع مرتين شو تشو؟ إنه كيف؟ الجو البيت؟ بسبت وكفر وعربدة وشي يوم ينطاب طب ليه ما أخد؟ يعني ليه ما كمجدو قلت له طعلى هون مش بدك تتميش فيها؟ ليه مش بدك تتميش فيها؟ منعاً لهذا إنه تكون موجودة هي بها الجو اللي حضرتك عم بتقول إنه موه أو مش صحي أو ما لازم يصير ما بعرف قده كان حجم إنك تستقبلهم فترة عندك تكان أمن حاله هل ورد عندك هذا الاحتمال؟ لاش قاعدوا عندي عادت عندي شي سنة هي ويا والبنات؟ هو عند أهل وبنتي عندي ما عمل شي كنت بهالفترة شو عم تعمل عبد؟ قد عم تستغل ببيتي؟ وقاعد عند أمي ما عمل شي تأجرت بيت أنا لوحدة؟ طيب ليه جوازت بها العمر الصغير؟ ليه قبلت تجوزها بها؟ أنا ما قبلت أستاذ أنا كرفضتو وهلّ برفضو كمان هلّ هلّ بقى اللحظة دي ورفضو بس لفضو وقال ليه روهن عند أبي وأبي لعطوهن وأنا كنت ما فيني عليك ما بتكسر كلمتها أبوك؟ أه في حال ما صارت ورجعوا لبعضه؟ البنات هول كيف رح يربو؟ بنات وبنات بنتك؟ هول البنات من بيت المصري أي منهم بيت عوال طيب أنت برأيك كيف رح يربو؟ رح يربو بهذا الجو؟ كمان ثبات وزنات؟ الصفل هو عبوهن رح يتجوز يتدبروا واحدة تعيشي وهو يامي صفل طيب بس بس أنه أمهن بلانة تتخلى عندهن لهك جو؟ شو بدي تعمل لهم؟ أنا ما فيني أحمل عاجة يا أستاذ لا لا أنا ما عم بقول تحمل عاجة بس هو عم بيقول أنه أنا برجعون وبعمل لهم لي بالدنيا وين مشكلة؟ أنا أجت أمهن قبل ما يجي من السفر إيش لعندي على البات؟ اي أو شو بدي يعملت؟ لأ أنا بتعطيني الصغيرة وخدي الكبيرة تبلاش الكبيرة ما فيك تحملها؟ ما فيني أحملها؟ ما فيني أحملها؟ أنه بسم الله عليا وقال بأورشة أنه ما في ولد لي أنه أورش ما فيني أحملها يعني ميني مشهور أحملها؟ أنه لا عفوا هابنتك لأ بتحمله يا أعوبي؟ وحيات الله بتحبه وحيات القرآن كل يوم بتسعل عنه عنه وعنه حفيته أكيد ببكرة أنا بالعكس أنا بحبة بس بحبة غلاصة بس أنه لا يعني لحظة 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 عبد الحمين يعني هلأ أنت هالشغلي بتلك أنه أنه أوكي بقبل أنه هاي بس خود البنات ربيهم شوف كيف كيف الحكي؟ بدك تعمل شيء ولا لا؟ طبعا شو؟ ترجع مرتك ع أساس شو؟ يعني ترجع ع أساس شو؟ كيف؟ لاش؟ لعني بحبة الأولاد تشتئولة وهي شتقتلون أكتر بعد ورغم أنه أخدي هذا القرار بس أنت عم بتقول وهلأ عمك موجود أنه بدك ترجع كيف؟ كيف؟ وأي بيت؟ معالمي نطر مني بس الأوكي من عمي ومن البنت بـ 48 ساعة البنت تكون جاهز ومفروش شو؟ يخصم لك من معاشا؟ هي علي البنت تقعد ببيتها معزيزة مكرمة هي والأولادة طيب أنت وعد قبل بمرة نفس الوعاد لا ما قدرت نفزه؟ أو لا ما نفزه؟ أنا كنت عم تشتغل ببيتي ومعه خبر بأشي وكذا مرة تطلع علي وشاب عينه شو اللي بخليه يتأكد؟ أنه أنت هالمرة وعدك صادق تحت يحنن قلب البنت؟ طالما هو هل قد بنته ما بدا ترجع لك؟ نعم؟ بدك بنتصلك هلأ المعلمي بسمعك ببنتك؟ بدك بنتصلك بحدان بنتي ما بدي إياك ونقطع الشطاء حب من طرف واحد ما بمشي لحوالي ما بعمر لات أنت ماعتبر أنه حب من طرف واحد هيدا؟ زي واحدة بتقول لي أنا ما بحبك وما بدي إياك طيب فينا ننتصلك؟ ولا ببورت فيك كيف ها؟ بعد إذنك؟ فضل إذا ما في إزعاج إذنك؟ فينا نتصل بالبنت؟ نسمع عملنا؟ تتردد يعطي بنته حقها بالقرار وحسم عملية التفاوض ضل خوفه علي واضح برفضه أنه عبد الحميد يعرف أو يسمع رقم تليفونا الجديد موسيقى 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 من برنامج المفاوض على الجديد معنا بستوديو والدك وطليقك عبد الحميد عبد الحميد عم بيفاوض والدك بركي بتتم الصلحة وترجع وعبات واحد وهو وعد انه يأمن بات عزوئك وهلأ عم يشتغل بمطرح مع الموعد وانه بـ 48 ساعة بتأمن البيت وبينفرش متل ما انت بديك لو بيجيب أصلا انا ما برجع له لا ما مستحيل خلص طيب عبد الحميد بديو يوصل لك رسالة لأليك بوجود والدك طبعا واخدنا اذن والدك انا احكيك ايه ابي على راتي وعيني ابي على راتي وعيني وانا مفهمته لأبي الموضوع انا مستحيل ارداله لعبد الحميد المصري مستحيل عبد الحميد شو تعليقك الحقي شو بتحب تقول لأ لأ قلع انه بديها وقصيتني رايدة وبحبها حب العافية يا ربي خلي حبه لألو لعين وانا مستحيل ارجع له خلي خط هال وبعدين عمل انت بشوف حياتك لانو انا ما في مني امل مستحيل يمكن هلأ انت بعدك معصلي بس ان شاء الله مع الوقت خصوصا اذا هو حاول عن جد انه يعمل شي لحتى يقدر يرد مثل او بضيامك انا عملي من زمان هلأ بعد شو خلص ما بقى في امل ابدا بس انا عملتلك يا لا وانت بتعرفي عالشي ما بقى في امل ابدا هلأ بقى تذر منك استاذ يعني حضرتك بترفضي رفضا تاما انو طليقك يرجع عليك اكيد رفض هالموضوع طيب شكرا سيد عبد الحميد احنا حاولنا بس عملية التفاوض بتحتاج لطرفين وهون دور المفاوضة بينتهي ومننتقل لحالات تانية ومفاوضات تانية كان عندي عمل مية بالمية يمشي الحال سحالة ما يبدو هي البنت ما بدا وانا كن بدي وصل لها الشي خلص حياتي حرة فيها انا عملت العليا تجاه ربي كسرتني وكسرت الولاد معا وانا اذا طلعت لهون كرمال اولادي لا كرمالي ولا كرمالة ما تضفت معه لانو في عندنا نأسى بنتي ما في نهارا مبسط عندهم بالبات لو مني واسق بكلمي انا انو بنتي ما بدا اياه ما كنت عطيتم الرعمة وحكيتم معا بنصحه يروح شوف حياته نحن معياته لا تعمل عنه نحن خلاص